أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو رفض الاتحاد القاطع لإعلان المجلس العسكري في النيجر عن فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات ستانو خلال مؤتمر صحفي في بروكسل التلثاء أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤيد موقف مجموعة إكواص من الأزمة في النيجر ويدعم موقفها الرافضة للفترة الانتقالية المعلنة في النيجر نواصل دعم جميع مبادرات مجموعة إكواص وقد أبلغنا أنها رفضت الفترة الانتقالية المعلنة في النيجر مدة ثلاثة أعوام وإجراء انتخابات بعدها ونحن في الاتحاد الأوروبي ندعم جميع جهود المجموعة بما في ذلك الوساطة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر